ستة أشهر كان خلالها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد يحاول أن ينجح فيما فشل فيه سلف الجنرال الهولندي باتريك كامير إذ أن مهمته في اليمن بدأت متعذرة بظل رفض طرفي نزاع التوصل لأي تقارب طلب لوليسغارد انهاء ولايته بعدما اختارته بلاده لتولي منصب رئيس الأركان وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية وآخر عهده باليمن كانت جولته في أزقة صنعاء القديمة قبل أن يستقل طائرته الأممية من مطار صنعاء لم يسجل لوليسغارد نجاحا في مهمته كرئيس للجنة تنسيق عادة الانتشار فالمهمة المعقدة كانت قد أجبرت الرئيس السابق للجنة باتريك كاميرت على الاستقالة ورغم محاولته تقديم الانسحاب الأحادي لميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة إلى أن ذلك كان بمثابة المسمار الأخير لانتهاء مهمته إذ أن تأييده لخطوة الميليشيا دفع بالحكومة لإنهاء التعامل معه حاولت الأمم المتحدة ترميم العلاقة بين لوليسغارد والحكومة لكن الرئيس هادي كان قد اشترط سحب لوليسغارد مباركته لانسحاب الحوثيين ويعادت التفاوض من جديد لتطبيق اتفاق الحديدة لتدفع تلك التطورات بالصدام مجددا بين الحوثيين ولوليسغارد ثمانية أشهر على اتفاق السويد ولم تتمكن الأمم المتحدة من تطبيق بنوده المتعلقة بالوضع في الحديدة إذن ما السبيل إلى ذلك؟ حتى اللحظة يبدو أن الأمم المتحدة تبحث عن عسكري ثالث يقود لجنة يعادة تنسيق الانتشار التي مدد لها مجلس الأمن في آخر جلساته لستة أشهر بينما يظل اتفاق السفينة الأممية على الورق ما في ذلك الاتفاق على تشكيل ضباط ارتباط من الطرفين للإشراف على وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر